أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يمتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى آثره وسار على نهجه إلى يوم الدين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت وطالوت قيل سمي طالوت لطوله طالوت ملكا لكن هذا الملك الذي بعث تعجبوا لأنهم يعرفون سلالة الملوك فقالوا وأيضاً ليس عنده مال ليس من سلالتهم التي يعتقدون أنها فاضلة ولذلك بالمناسبة أقرأ في بعض الفوائد الفوائد مستنبطة حتى من بعض كتب الزيدية يردون على الثنى عشرية في هذا الأمر في هذه الآية يقولون ليست مسألة وراثة في مسألة تسلسل الثنى عشرية مع أن الراد والاستنباط من الزيدية وليس من أهل السنة في هذه الآية لكن ذكرت لكم عرضاً نعم قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال طبعاً بني إسرائيل متعلقين بالمال يعني يا السلالة التي يعتقيون فيها أو من يكون عنده مال فقال بيّن هذه الصفات أن الله اصطفاء استفاء الله عز وجل وزيادته بصطف العلم كثرة في العلم والجسم هذه مؤهلات والمؤهلات إذا وجد الملك الذي تكون عنده هذه المؤهلات من قوة ذهنية وعقلية وسلامة بدنية فكأنه زكاه بهذه التزكية وبيّن أن الله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء ومع ذلك أيضاً حتى يطمئنون لأنهم كما قلت يتعلقون وعند بني إسرائيل من العصيان والتردد والعناد ولذلك أكثر الأمم التي بُعث فيها الأنبياء هم بني إسرائيل وكان بعضهم يفتخرون بذلك قيل لا لأنكم من أكثر الأمم عصيان من أكثر الأمم عنات فأكثر ما كان يُبعث إليهم وقال نبيه النبيهم أيضاً مع هذا هناك علامة واضحة حتى تطمئنوا إلى صدق هذا الرسول وهذه العلامة الواضحة ذاك التابوت الذي يُضع فيه شيء من بقية من بقية مما ترك آل موسى وآل هارون هذه البقية فيها السكينة فكانوا يأتون بالتابوت فيه بقية من الواح وعلى قول بعض الصحابة ورؤيات إسرائيلية ريح أفهافة أو وجه كوجه الهر له جناحان على كل هذه إسرائيليات لا يهمنا يهمنا أن الله عز وجل قال أن في هذا التابوت فيه سكينة من ربكم وفيه أيضاً بقية آثار مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة حتى تصدقون إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين لما جاء لهم بكل هذه الآيات وهو يشعر أنهم أهل عناد وأهل خصام تردد قال لهم طالوت فلما فصل طالوت بالجنود أراد أيضاً يختبر البقية الباقية إني مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعموا فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً يعني أنهم أيضاً مع التخلف السابق تخلف أيضاً أولئك الذين شربوا وكانوا قد عطشوا فأراد أن يختربهم بشربة الماء التي يشربون فإن تضلعوا من هذا الماء وارتووا فإنه حتى يعرف أن هؤلاء لن يصبروا على ما سيأتي من القتال فجعل هذا علامة على نكوصهم لما وقع منهم ذلك فلما جاوز هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنيوم بجالوت وجنين لا طاقة لنيوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم وهم هؤلاء القلة يعني بدأوا ينكسون قال هؤلاء القلة بثقة وعزيمة كم من فئة وكم تدل على الكثرة كم من فئة قليلة هذا وقع كثير كم من فئة قليلة غلبت والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا انظر البقية الصالحة التي صبرت ونجحت في ذلك الاختبار طلبوا من الله عز وجل وانتفعوا من حولهم وقوتهم إلى قوة الله وتحويل الله فقالوا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم فقال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله والهزم هم قلة من قلة ولكن النصر مع هذه القلة والكثرة الكاثرة الغثاء هذا قد لا يفيد لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فقال فهزموهم بإذن الله وقالت لا داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله وداود هذا كان من عليه السلام النبي كان أيضا من من كانوا يحارب مع طالوت يعني ينتبهوا له بعض الناس قد يخلط داود كان يقاتل مع طالوت كان داود يقاتل مع طالوت ولما برزوا للقتال جالوت رأى نفسه فأخرجوا له داود وكأنه احتقر داود فتقاتل هو وإياه وتبارز فقتل داود جالوت لأن البعض هو يقرأ الآيات يقول أين ذهب طالوت نعم هو طالوت القائد وجالوت أيضا معه من المقاتلين وقتل داود وجالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ثم قال الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس قالوا من المداثعة في مسألة القتال يعني لولا هذا التدافع بين الحق والباطل وكون الحق يدفع بهذا القتال لفزدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ثم قال الله سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أنا كما قلت مررت مرورا سريعا حتى نتمكن في البقية الباقية من الوقت نأتي على أكثر الآيات ثم قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم بعد أن ذكر الله عز وجل جملة من قصص بن إسرائيل وقصة قصة موسى من قبل ومن بعد موسى من الأنبياء داود وغيره قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهنا أيضا قد يكون هناك إشكال في مسألة التفضيل بعض الرسل على بعض التفضيل ليس في الرسالة التفضيل ليس في الرسالة إنما في المزيات التي منيز بها كل نبي لأن ظاهر القرآن قال الله عز وجل من من كلم الله والتفضيل بخاصة لا ينبغي يعني المنهج يعني لا نقول مثلا محمد أفضل من موسى لكن محمد سيد ولا أدام نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تفضلوني على موسى ونهى عن تفضيل عن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام نهى بالمعين لكن أن نقول النبي وأفضل الأنبياء لا بأس وسيد ولد آدم نعم لكن أن يكون هناك التعيين والله عز وجل بيّن أن هذا الفضل فضلنا بعضهم على بعض منهم وضحنا هذا التفضيل منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وبيّن أيام في عيسى بن مريم أنه آتاه الله عز وجل البيّنات وأيّده بروح القدس قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيّنات ولكن اختلفوا وهنا نعود لمسألة البيّنات وما يكون يعني بعض الأحيان الذين يتعلمون العلم لأجل الله عز وجل لا يكون عندهم الاختلاف من صدق في تعلمه وأخذه لهذا العلم لا يبغي على أحد لكن من يأتي لهذا العلم لأجل أن يبغي ولذلك الله عز وجل قال من بعد ما جاءتهم البيّنات ولكن اختلفوا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيّنات يعني أليست هذه البيّنات سبب في الاقتتال إنما السبب أن نياتهم فاسدة في مجيئهم وأخذهم لهذه البيّنات وأخذوا هذه البيّنات ليبغي بعضهم على بعض وجاء أيضا في صورة آل عمران في قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات لأنهم تفرقوا واختلفوا لأنّا تعلموا العلم لأجل البغي والطغيان والعلم قد يبغي بالإنسان وقد يجد نفسه في ذلك ولذلك الله عز وجل بيّن ولذلك أهل الحق أهل اتفاق وأهل الفرقة أو أهل الذين يبغون أنهم أهل فرقة وشقاق نعم ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا جاءت آية النفقة قبل وثم جاءت أيضا هذه مشيرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أمرت بالإنفاق وبالبدل وهذا البذل بعض ما رزقنا الله عز وجل والرازق هو الله فلماذا يبخل العبد يطلب إنه قليل من قليل ومن هذا القليل ليس منك ومن جهدك إنما هو من رزق الله عز وجل ولينفق العبد قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يعني ذاك اليوم ما تنفع التاجر تجارته لأن الإنسان في ذاك اليوم إما أن يحتاج إلى خليل أو شفيع أو تاجر ما فيه تجارة ما فيه مال ينقذك لأن بعض الناس الآن إذا أراد من يشفع له إما أن يشفع بماله فيكون تاجر أو يشفع بخليله أو بشافع إن يشفع له فقال الله عز وجل اجعلوا هذا المال في ذلك اليوم وهو ينفعكم في ذاك اليوم ثم تأتي أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي يقول الله عز وجل فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهذه الآية كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي أي آية أعظم في كتاب الله فقال أبي الله لا إله إلا هو فضرب على صدره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليهنك العلم أبا المنذر فهذه أعظم آية في كتاب الله ويأتينا مسألة في هذا قد يتعرض لها بعض أهل العلم وهي هل معنى أن هناك فاضل ومفضول في القرآن وهو كلام الله كله كلام الله كله فاضل لكن المخبر عنه المخبر كلام الله كله أخبر الله عز وجل بهذا الكلام لكن المخبر عنه أن يخبر مرة عن كما في صورة الإخلاص هل تستوي صورة الإخلاص مثلا مع آية الدين في المخبر عنه معنى ما هذا لا تستوي في الفضل هل تستوي أعظم آية في صفات الله وفي بيان كماله وجلاله مع آية تبت يد أبي لهب ما تستوي إذن القضية في الفضل في المخبر عنه عنه فهذه أخبرت عن أبي لهب وهذه أخبرت عن صفات الله عز وجل هذا التفاضل من هذا من هذا الباب نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي كامل الحياة وكامل القيومية سبحانه وتعالى وطبعا فضل هذه الآية وكما في قصة الصدقة لما أبو هريرة في قصة ثابتة في الصحيح أنه رضي الله عنه كان يقوم على الصدقة فجاءه الشيطان وادعى أنه فقير كان يسرق من ما للصدقة فأمسك به ثم شكى ما به من حال وعيال وفقر فتركه ثم لما خرج أو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة فقال يا رسول الله فعل وشكى وشكى قال أما أنه سيعود يقول أبو هريرة فعلمت أنه سيعود مدام النبي قال سيعود فقبب عليه في الليلة الثانية ثم اشتكى شكواه وتركه وأخبره النبي أنه سيعود في الثالثة فلما أمسك به في الثالثة قال خلاص قال له أبو هريرة لأرفع عن أمرك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سأخبرك بآية إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يضرك شيطان ثم قال له هذه الآية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صدقك وهو كذوب يعني أنها فعلا من قرأها ويقرأها ويتأمل فيها الله لا إله إلا هو أنت تستعين بالله عز وجل ثم تقول الحي القيوم ما دام حي وقيوم قائم عليك وعلى غيرك الحي القيوم ثم قال الله لا تأخذه سنة ولا نوم السنة النعاس ليسير ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعني أيضا ملكه هذه الصفات وله الملكية والشفاعة ليست إلا بإذنه سبحانه له ما في السماوات ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم كلها تعظيم لله عز وجل في صفاته وفي ذاته وفي ملكه وفي شباعتي كلها ولذلك عظمتها جاءت من هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى قلها وأن تشعر بهذه العظمة في هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه والمراد بالكرسي هنا كما فسرها بمصح عن ابن عباس يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن في سنده ضع مصح عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع لقدمين لله سبحانه وتعالى نعم وسع الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما وأن تقرأها حتى تحفظ تأمل في هذه الآية وقلها وأن توقم بأن الله حافظك ولا يؤده لا يكرثه ولا يعجزه سبحانه وتعالى أن يحفظك ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم يقول الله عز وجل في هذه الآية لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم لا يكره في الدين والآية توضحها قد تبين الرشد من الغي قد جاء في سبب نزولها أن بعض أبناء الأنصار قد تهودوا بل قد سعى بهم آباؤهم فهودوهم ثم لما جاء الإسلام وأسلموا بقوا هؤلاء على دين اليهودية فأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت هذه الآية لا إكراها في الدين لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي ويبقى أن من من آمن ومن كفر فإما أن يعطي الجزية وإما أن يقاتل لا إكراها في الدين قد تبين الرشد لأنه الإكراه مادم هذا الرشد قد تبين وهذا يدلكم على ما رد على من يزعم أن في دين الله عز وجل إكراه لأن الله عز وقال بيّن أنه تبين الرشد من الغي فلا حاجة لهذا الإكراه ولا حاجة لمن يكره ويقبل على هذا الدين وهو غير مقتنع به قناعه من نفسه ثم قال سبحانه وتعالى لا إكراه قد تبين الرشد من الغي ثم فمن يكفر بالطاغوت والطاغوت هنا كل من تجاوز الحد من الطغيان وكل معبود أو متبوع ومطاع وهو مطاع وراض فهذا من الطواغيت سواء كما قيل الساحر أو غير من الطواغيت التي تنصب نفسها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سميع عليم ثم قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا هذه الولاية من الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الكفر بالطاغوت والاستمساك بالعروة الوثقى قال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات ولاحظوا قال ظلمات نور يخرجهم من ظلمات الشك والحيرة عدد من الظلمات ولكن النور واحد يخرجهم من الظلمات إلى النور وأما أولئك عياذا بالله وهم أولياؤهم الشياطين يخرجونهم من النور أي نور هم فيه نور الفطرة نور الفطرة يخرجونهم من هذا النور إلى الظلمات إلى الحيرة إلى الشك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم جاءت بعد ذلك آيات المحاجة والعجيب يا أخوان أن في القرآن المحاجة في الغالب في القرآن لو استقرأت آيات القرآن تأتي آيات المحاجة يعني ليست من كالجدال المحاجة في الغالب أنها تدعو للغلبة في غير الحق يعني هنا ولذلك لو تأملت في آيات الحجاء المحاجة غير آيات المجادلة مجادلة ولذلك أريد أن أحاج فلان لا الأفضل أن تقول أريد أن أجادلة أما المحاجة فكأنك تريد الغلبة بحجتك فقط ولا تريد للآخر أن ينتفع ولذلك لو رجعنا لكثير من آيات المحاجة لو وجدناها في ذلك ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك يعني أن هذا لما أوتي هذا الملك جعله هذا الملك يطغى ويتجبر فقال له إبراهيم ويسأل عن ربه من ربك فقال ربي الذي يحي ويموت فمغالطة من هذا الطاغية ومن هذا المحاج أن جاء بأحدهم قد حكم عليه بالموت فعفى عنه وجاء بالآخر وقتله فقال أنا قتلت وأحييت فترك هذه الحجة ثم قال أو جاء له بهذه الحجة إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغر فبهت الذي كفر والبهت يدل على المفاجأة وأنه لم يستطع لم يستطع أن يحاج الحجة الحقيقية فبهت الذي كفر ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه لا يهدي القوم الظالمين أن هذا الظالم لنفسه ولغيره لا يهدى والله لا يصلح عمل المفسدين ثم قال سبحانه وتعالى في المتردد أو كالذي مر على قرية هذا منكر لله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها مر على القرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله والقرية أكثر ما جاء في القرآن أكثر من لفظ المدينة وإن جاء لفظ المدينة لكن وردت القرية والمراد بها من القر وليست المستلحة الموجود عندنا اليوم أن القرية المكان الذي يجتمع ديه عدد قليل من الناس لا كانت القرية هي المكان مكة أم القرى وتلك القرى فيرد القرى بمعنى المكان الذي يقر ويكثر فيه الناس أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فكأنه قال أن يحيي هذه أو كيف يحيي الله هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه أماته الله عز وجل مئة عام فجعل له دليل من طعامه ومن حماره دليل من طعامه انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لكن انظر إلى الحمار وانظر إلى العظام كيف ننشوزه ثم فلما تبين له بعضهم قال أنه نبي والصحيح أنه غير نبي لأنه قال فلما تبين له فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإبراهيم عليه السلام أيضا عندما سأل عن الكيفية ما كان شاك إبراهيم سأل عن كيفية وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي كيف عن الكيفية وإذاك بعض الناس يقطر فيها لا قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب أريد أن أراد كيفية فقال الله عز وجل له فخذ أربع من الطير وقطعهن صرهن أو اجمعهن إليك ثم قطع هذا الطير واخلطها ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا اجعل على أماكن مرتفعة حتى ترى أنت غيرك كيف أن هذا الطير يجمع ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم كما قلت لكم جاءت آيات النفقة لكنها مفرقة في قول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وفي قول سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ثم جاءت مفصلة وقلت أن هذه أمثلة عن أحوال الناس في المال وضرب الله عز وجل أمثلة وزاد وبيّن جملة من الآداب في أمر المال فقال الله عز وجل ترغيبا في النفقة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل والمثل عندما يضرب يراد به استحضار الصورة استحضار الصورة يعني الله عز وجل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وكأنك ترى لهذا المال المنفق لأنه قال الله سبحانه وتعالى يعني طبعا في المثل هذا هناك حبة وباذر والمال منفق ومنفق منه فقال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وطبعا في سبيل الله قد ينصرف على ماذا للجهات للجهات وبالمناسبة بالنسبة لسبيل الله الله عز وجل قال إنما الصدقات الفقراء إلى أن قال وفي سبيل الله ذهب كثير من المتقدمين إن المراد بسبيل الله الجهاد وبعض الفقهاء المعاصيين كثير منهم مالوا إلى أنه الجهاد وغيره وكل ما أعانى على سبيل الله من جهاد الكلمة وجهاد الكفار بل رأيت حقيقة فتوى جميلة لمجمع الفقه الإسلامي في إحدى دوراته تحدثوا عن هذه المسألة واختلف أهل العلم المعاصيين أيضا في هذه المسألة الشيخ بن باز الشيخ بن عز وجل وبعض المشايخ رأوا أن في سبيل الله في الجهات وخال في ذلك بثل الشيخ بن جبلين وغيرهم أيضا من الفقهاء المعاصيين وعلّلوا هذا الخلاف في الفتوى وإن كان الشيخ ليس من الهيئة لكنه أيضا أفتى قبل ذلك أن في سبيل الله أمرها واسع يكون في الجهاد الكلمة وفي مثلا في تعليم العلم والتحفيظ القرآن وما كان كل ما كان في سبيل الله واسع لكنهم علّلوا التعليل الجميل قالوا إن الجهاد اليوم الجهاد اليوم أصبحت تقوم به الدول على شكل وزارات وينفق عليه لكن الجهاد الكلمة ما حد ينفق عليها وإن كان في نفقه ليست تكفي ما احتاج الناس إليه ولذلك الأولى أن تصرف ما دم هذا المصرف قد تكفلت به الدول مصرف الجانب العسكري تكفلت به الدول فيصرف هذا المصرف في سبيل الله يصرف في جهاد الكلمة وتعليم الناس والدعوة إلى الله عز وجل وتحفيظ القرآن وغيرها من المصارف لكن طبعا هنا في الآية الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله طبعا بلا شك لو قيل لنا دفع المال للجهات أو لغيره الآية أصرح منطوقة ولو تأملت في كثير من الآيات أكثر من أربعين آية جاءت نصة في سبيل الله على أن المراد بها القتال لكن لهذا التعليل ولا هذا التوجيه يصبح فعلا باب في هذا العصر باب الجهاد يعني يمكن أن ينقل أكثر هذا المصرف إلى المجالات الأخرى في سبيل الله من جهاد الكلمة ولقع له أقوى جهاد الكلمة وجهاد الفكر اليوم يعني قد يكون أقوى والمجال فيه أرحب وقد يكون هذا المجال أيضا أغلق كثير من أبوابه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال سبحانه وتعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا هنا قال أهل العلم التفسير ثم لا يتبعون أنهم ما قال ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى دلالة على أنهم ثم لا في القريب ولا في المستقبل ما يمنون يعني أجمل صفة بعد أن ذكر الله عز وجل المثل مثل بالنفقة وبالحبة بعد ذلك أثنى على أعلى صنف وهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا في العاجل ولا في الآجل ما يتبعون هذا المنفق من ولا أذى والمن قد يكون ترى من قلبي أيضا وقد يكون من لساني ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى قال الله عز وجل لهم أجرهم يعني هنا في الآية الثانية ولعل بعض الحفاظ منكم يستذكر الآية الثانية تشبهها زادت ماذا فلهم فلماذا يقول ابن القيم رحمه الله لما قال هنا لهم مباشرة كأنهم لما اتصفوا بهذه الصفات لا منا قبلية ولا منا بعدية ولا أذى قبلي ولا أذى بعدي كأن الله وصفهم كأنه خصوص لهم كأنه أخذوا هذا اللجل استحقوه بخلاف الآخرين الذين ينفقون بالليل والنهى شرطهم إذا فعلوا ذلك فلهم وأيهم أبلغ بدون الفاء لهم كأنه مختص لهم هذا خصوص لهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف ولا حزن لا خوف لا في الدنيا ولا في الآخرة لا خوف عليهم من فقر ولا هم يحزنون أيضا على هذا المنفق وأيضا جزاء هناك أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم قال الله عز وجل في الآداب يعني أعطانا الصورة المثل مثل الإنفاق أشان يرغبنا فيه مثل حي كأنك تشاهده ثم قال الذين يتصفون بهذه الصفات في سبيل الله لله موبل الناس وليتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم لهم أجرهم ثم قال قول معروف ومغفرة وهنا انتبهوا يا أخبار قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى بدأ في التفصيل في الآداب قول معروف ومغفرة يعني لو أن قائلا قال أنا الآن بين أني أنفق المقول أو أنفق المال قال الله عز وجل يعني بعض الناس قد يعدم أو يقل عنده العطاء الأخلاقي وعادة يعطي لك إنها منان مؤذي إذا جاءه الفقير يا أخي قا عطيناك وأنت ما تشبع ثم أهانة ثم أعطاه أو ما أعطاه فقال الله عز وجل قول معروف ومغفرة لكن وش اللي جاب المغفرة هنا قول معروف والمعروف يعني السمح نعم لا يعني بعض حين يتكلم عليك الفقير كلام فقال الله عز وجل قول معروف ومغفرة سواء حتى لو منعتها أنت ما عندك شيء ولذلك أنا كنت أجمع جملة من الآيات فوجدت فيه ترابط يا أخوان بين القول والعطاء في كل عطاء وإذا حضر القسمة والوقباء واليتام والمساكي فارزقوهم منه وقولوا فارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا وإما تعرض أن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ما عندك شيء ما عندك فلوس فقل لهم قولاً معروفة أن تصرف على الأيتام والمال جعلته لهم وما خبيت لنفسك إنما لهم ومع ذلك تقول لهم القول المعروف حتى أولادك يريدون شيء وقصرت تعطيهم هذا المال وقد عطيتهم قليلاً ومع ذلك تقول لهم القول المعروف في قول ولا تؤتسوا أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفة إذن هناك ترابط بين العطاء المادي والعطاء الأخلاقي لكن لو تعارضت نقول القول أفضل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى خير من صدقة يتبعها أذى ولكن تجه بسأة الأذى ثم قال سبحانه وتعالى هؤلاء الذين قد يؤذون بكلامهم هناك الذين يؤذون بالرياء ها يبطلون أيضاً الأعمال وهذا يدلكم بعض الأحيان أن بعض الأعمال الحسنة قد تبطل ببعض الأعمال السيئة قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس هو ينفق لكنه يخبر الناس أعطيت فلان أفعلت له فلان فيؤذيهم وكما قلت لكم بعض العلماء فرقوا بين المن والأذى فقالوا المن هو أنك تمن أمامه والأذى هو أنك تؤذيه في ظهره لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر طيب مثل هذا ضرب مثل للمنفقين ويضرب مثل للذين ينفقون لكن لا تنفع هذه النفقات عكس ذاك المثل ذاك المثل حبا أنبتت سبعة سنابل لكن هذا كصفوان صفوان تلك الصفات التي عليها تراب فيظنه الضان أن هذا التراب ينفع فقال الله عزهم فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل يعني مع أن التراب هذا أصلا ما يبذر فيه شيء لكن كأنه في الظاهر منفق خدع بهالقين لكن فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا ولذلك هنا هذا من الخذلان عياذا بالله إذن يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان فحذر أيضا في مثل فيه التنفير وذاك مثل فيه الترغيب ثم قال سبحانه وتعالى أيضا عاد يمثل المؤمنين المثل السابق عام لكن هنا قال في صفات المؤمنين المنفقين ومثل قال سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم لاحظوا مثل جميل يا أخوان تأملوا به ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله لاحظوا وتثبيتا من أنفسهم جمعوا بين لاحظوا أن يصبحون يقعوا به المؤمنين أيضا الإنسان؟ ما الذي بعض الأحيان يقعده؟ إما ضعف تذكر الأجر وإلا ضعف نفسه وإلا هما لكن هذا فيه من الطيبة ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم يعني هم يخلصون لله عز وجل ونفوسهم طيبة بالنفقة كل ما بغى يطلع عشرة تقول له نفس طلع عشرين نفس طيبة ميم نفس خبيثة إن النفس الأمارة بالسوء لكن هذه نفس مطمئنة مصدقة بموعود الله عز وجل ولذلك نفسه تثبت هذا مثلها ماذا؟ هذا كمثل جنة بربوه هو الجنة زينة وعاد كيف لا كانت في ربوه وأصابها وابل يعني الجنة عندما تكون في ربوه يكون هواءها نقي والشمس تأتيها من جميع الجهات ومرتفعة وباردة طيب كمثل جبنة بربوة أصابها وابل مطر كثير فآتت أكلها ضعفين ضعفين ناحظوا قوة ابتغام أرضات الله وتثبيتا من أنفسهم فإن لم يصبها وابل فطل يعني إن ضعفت بعض الجوارد عندها فطل والله بما تعملون بصير ثم ختمت الآيات أو جاءت الآيات أيضا بمثل مخيف يا إخوان وهو أيضا لو صلة بالنفقة أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب انظروا لهذا المثل عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وقال لهم ما ترون في هذا المثل فقال ابن عباس واستأذن بعد أن سكت الصحابة فقال أقول يا أمير قل قل فقال هذا مثل ضربه الله عز وجل لرجل عمل بالصالحات لكن ختم له عياذا بالله بالخاتب السيء ولاحظوا أن هذا الذي ضرب الله عز وجل أي ود أصلا ما يحب فكيف بالود الودة شد بالعب تنفيل أي ود أحدكم يتمنى أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات يعني أيضا جنة طبعا لماذا النخيل والأعناب هم أبرز ثمار كانت موجودة في الجزيرة وأيضا فيها من كل الثمرات وتجري من تحتها الأنهار هذه في غاية الحسن أيود أحدكم أن تكون له جنة بهذه المثابة ولكن لاحظوا أنه عنده هذه الجنة التي فيها كل ما يقتل بالإنسان يعني وأصابه الكبر طبعا لما أصابها الكبر الآن حرص على الجنة أكثر وأصابه الكبر وليس بق فقط وله ذرية ضعفاء ما يقومون بعد الضعفاء يحتاجون من يقوم عليهم نعم وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار يعني أحوج ما يكون للجنة ولذلك الإنسان وقد يختم له بخاتمة سوء وقد يعمل أعمال في الظاهر عند الناس أنها لله سبحانه وتعالى لكن لأنه لم يبتغي بها وجه الله ولذلك الإنسان دائما يسأل الله حسن الختام هذا مثل ضرب لحسن الختام يعني لما أراد يختم ختم له بهذه الخاتمة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ولذلك كان بعض السلف إذا قرأ الأنثال ولم يعقلها بكى وقال إن الله عز وجل يقول وما يعقلها إلا العالمون لو كنت من العالمين كعقل عقلته فهذا المثل ينبغى أن يكون حاضر في أذهاننا وأن الإنسان يعيش بين الرجاء والخوف ويغلب جانب الخوف في حال الصحة ولا يعتمد ولا يغره كثرة المادحين ولا يغره أيضا ما يفعل من الصالحات إن كان لا يريد بها وجه الله عز وجل لأن هذا الذي عمل لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا فقاهم الدين قل ما تسمعون وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر